أسوريو المديل الفني لنادي الزمالك كان فيه كلام الفترة اللي فاتت انه هل هيستمر معادي الزمالك؟ هل الزمالك هيسيبه؟ طب هل هو استقيل من نادي الزمالك؟ طب هو ممكن دلوقتي الهجوم اللي عليه دوت ما يستحملوش فيسيب نادي الزمالك وعنده عروض أخرى والكلام ده كله بحسن معلوماتنا أسوريو رافض انه يسيب نادي الزمالك في الوقت الحالي وعايز يكمل مع الفريق وعايز يكمل مشروعه مع الفريق ولو هيمشي من الفريق بقرار من النادي فهو متمسك بيه الشرط الجزائي بالكامل اللي هو راتب ثلاث شهور ده لو الزمالك هو اللي مش لكن هو نفسه مش ناوي يستقيل من نادي الزمالك وأسوريو برضو هعمل زي محمد صبحي كده أنا من الناس اللي بتنطقت جداً أسوريو وأفكاره اللي أحياناً بتبقاش منطقية على ضوء الوضع الحالي تمام بس ده يرجع لمين أسوريو قال في المؤتمر الصحفي في المباراة الأخيرة لنادي الزمالك قدام المكونون العرب قال جملة مهمة جداً مرت مرور الكرام على كل الناس جملة تفصل لك الوضع اللي احنا فيه إيه هو أسوريو قال لك دي طريقة لعبي وأنا بشتغل كده والزمالك هو بيجايبني عارف إن أنا بشتغل كده وأنا أصلاً أسلوب هجومي جداً وبتعامل بالطريقة داية عداك اللعيب يبقى مين اللي غلطان اللي اختار أسوريو وهو ما يعرفش إنه بيعمل كده وبيشتغل كده بالطريقة داية واللي اختار أسوريو عارف إنه ما عندهش اللعيبة ولا الكواليتي ولا الجودة اللي تخلي أسوريو المدرب اللي بيعمل واحد اثنين تلاتة يعرف يشتغل بطريقته فالراجل أنا عايز أشتغل كده طيب ما أنت ما عندكش لعيبة تشتغل معا كده بس أنا عايز أشتغل كده طيب أنت هتغسل طيب أنت هتتعادل لا بس برضو هحاول أشتغل كده الزمالك بقى هل هي تحمل دا ولا لأ الزمالك وضعه حالياً ما فيش لعيبة مش كل اللعيبة مبسوطة كل اللعيبة وقدها مستحقتها بس مش كلهم مبسوطين وكانوا زعلين من والسوريو بسبب تصريحاته الفترة الأخيرة أنه اللعب المصري واللعب نادي الزمالك واللعيب بيسهر واللعيب بيتأخر والتفاصيل دي كلها فبعض اللعبين زعلوا منه فالمود العام مش أعظم حاجة فخليك في السهل دايب نقول كده خليك في السهل كمدرب فكرة أنك تبدع وتخترع وتفكر ده شيء رائع جداً مجايد جداً جداً بس فيه ظروف طبعية اللي فيه الزمالك بالوقت مش ظروف طبعية